عملية سرقة سجلتها كاميرات المراقبة امرأة تجمع ما قيمته 500 جنيه سترليني من الملابس وتغادر المركز التجاري دون دفع ثمنها وبعدها بيومين المرأة نفسها تسرق لحوماً من أحد الأسواق التجارية قيمتها أكثر من 100 جنيه أحداث تتكرر بوتيرة متزايدة خلال الشهور الماضية خاصة مع ارتفاع الأسعار بينما يقول أصحاب المتاجر إن هدف معظم السرقات هو اللحوم ومنتجات الألبان لكن الحكومة البريطانية ترى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع تكليف المعيشة ليست مبرراً للسرقة هناك نظام إعانة اجتماعية كريم للغاية في بريطانيا نحن ننفق أكثر من مليار جنيه سترليني على هذا النظام وقد زاد بنسبة 10% في أبريل الماضي وسيزيد 6 أو 7% قريباً لقد رفعنا كذلك الحد الأدنى للأجور ليس هناك أي مبرر لأي نشاط إجرامي ما فيه سرقة المتاجر وبلغة الأرقام فقد زايدت عمليات سرقة المتاجر بأكثر من 25% خلال العام الماضي فيما تسجل قرابة الألف واقعة سرقة يومياً أمر تسبب في خسارة الشركات والمحال التجارية ما يقرب من المليار جنيه سترليني حتى لو كانت السرقات بسيطة للغاية جاءت تلك المرأة وسرقت ثلاث حبات من الخيار يبدو أنها كانت في وضع صعب للغاية حتى اضطرت لسرقة ثلاث حبات لو كانت طلبتها مني لا أعطيتها لها بدلاً من أن تسرقها وستكون بالطبع مكافحة السرقات وخفض معدلات الجريمة من الملفات الشديدة الحيوية في المعركة الانتخابية المقبلة خاصة ما يتعلق بزيادة أعداد رجال الشرطة في كل مكان واترح هذا تساؤلات عديدة حول توفر التمويل اللازم لتعزيز أعداد رجال الشرطة في مختلف المدن فضلاً عن وضع الخطط السليمة والفعالة للتغلب على هذه السرقات خاصة وأن العديد من أجهزة الشرطة لا تتعامل معها بالجدية المطلوبة أشوف سعد كينيوز عربية لندن